ملعب عالمي في ستيف ملعب عالمي في ستيف يهز قديش يهز خمسين الف متفرج ملعب ستيف الجديد تمت الموافقة او استقناف المشروع ملعب ستيف هذي اللي تم رفع تجميد عنه اللي يبدأ بتشهيد مشروع بداية من هذا الصيف مش يكون جاهز مية بالمية عام 2025 والاشغال ستكون 24 على 24 يا ايم اكيد بقاني قتلك راو خدمة وفما شو ارادة الدولة معانتها وسياسة الدولة انها الانفستيف في في الرياضة تعاون برشة باش ان الرياضة تتطور كان لعنا الصورة بالله نحب نشوفوها اه اللي تتفرج فينا اي صور للكونسبت يعني الملعب ملعب عالمي هتي خمسة وخمسين الف متفرج مش خمسين يكون حاضر عام 2025 واهم حاجة انه لاشغال باش تكون 24 على 24 سمحني قطع لا 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 بالعكسي اذا نرعب شوفك البارك والخضار والملعب والمدينة رياضي مدينة رياضي مدينة رياضي ملحب كي خشعر كي ترى هكا معانتها سيفريمون وانفستيسمون وبروجيه عالمي وهذا داخل نتصور في التدرجة متاع الجزيرة باش انه تكون حاضرة من اجلها تحتظن كأس افريقيا في يوم اللهمات كيرضاو عليها بيانسور ولكن انا وعيت الملاعب هذين من اجلما نعدم الرضاع الجزيرة في الكافة نتصور مع انت مش انا بشو نقوله وليك فما حاجات واضحة فما هو مش عدم رضاع فما رضاع على بلاي سخرين فما رضاع مش مش عدم رضاع بالعكس فما رضاع على بلاي سخرين اللي خلي ببرد فوي واللي عدم رضاع على الجزيرة يكملوا هكا الجزيرة عندهم تولزتوا باش انهم ينظموا كأس افريقيا وتكون منترازة عليها والله يا امين شوف كنتقوله الجزائر تقول الامكانيات قبل الكل شي ما نقولنا احنا المال قوام العمال الامكانيات تقول رؤية لانه فما رؤية تويكة في زي للجزائر كوب دافريق وكذا كنقوله رؤية نقوله تخطيط والتخطيط الهنا في الجزائر في بداياته ما هوش زيائر ما عندهش تراديسيون في الحلومولاذي اهنا هنا كلها عنددي تارطون زيار بينت عنددي تارطون طيو ولات ملاعب اخرى مزيل عندك وولات نعمل الشوز كنت ماشي في حاجات اخرية لكن طيو هي قاعدة في البدايات وتستقدم في الكفاءات في المجاله ذي لكن في مجاله ذي فما نقوله نحنا فما تقليد تقليد ايجابي من الجزائر ما عندهش قوت لك الخبرة في المجاله ذي عندها تقليد تقليد نقوله مثلا تقليد روما في شعيب تقليد إيجابي فاش تقليد إيجابي أنا كنشوف قطر شنو عملت أنا ذاك اللي يانا تقليد إيجابي أنا ننسج على المنوالة ذاك صحيح ما ليش نفس الميكانيات لكن زاير راي عندها ميكانيات ضخمة كيتحب تنفيستي راي تعمل حاجة توازي اللي عملته قطر داكوردو وعندها الجمعية عندها المادة الخام عندها جمعية عندها سيت ذايع في العرب عندها جمعية عندها ليش عندها جمعيات زادة كيف كيف في الكاف تلقاهم موجودين جمعيات قاعدة تتطور قاعدة تتحسن قاعدة فما تحرك من السلطات فما تتعاون تعاون سلطات تعاون فما أموال الضخط نظن أنا الجزائر زادة في الأعوام القادمة مش تكون عندها يعني نقوله احنا في مجال استادات تكون عندها ملاعب 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 اللي ملاعب اللي ملاعب اللي تنجم تنفس بهم باش تنظم أي تظاهرة هي حشتها بها بيه مزلنا نحكي مع الجزائر جزائر تونس في عنابة مباراودة نهار 20 جوان المشكلة أنه جزائر يلعب نهار 18 تسفية أمام أفريق ضد أغندا نحنا نلعبه ضد غيني سويا نهار 17 جمال بالماضي حسب الأخبار يتمسك بالموعد نبيل الكوك مدرب السير بي مدرب شباب ماذا؟ غالطة يتمسك بالوحد تبقى يعمل كيب أخرى يعني عنده تنجمش لأنك اللي لعبهم اللي لعبهم هم يكملوا هم يكملوا هم يكملوا المحترفين كلهم يكملوا البطلات ماذا لا تزيد فشنا أنت سحيت حي تعمل الجامعية أخرى خالهم تقوم انت أو كهو نبالله يرجع 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 هم يقر رقم الأوروبي فما والله كانت جاه انت تحكي على دو جور انتي الدو جور ما يتعدى وفي ركوبراسيان انت كي مش تلعب هذا بهذا ومن بلوس تلعب ضد تونس رو متاع الترتيبية يعني في الفيفا بيانسور يعني حاجة مهمة كل جمعية انا امور فنية كاونترنور كاونترنور امور فنية وانت قوي في الفنيات لكن في استراتيجية عندك يزم عندك جروب هنا يقول لك رو جواريتي مثلا رو ميعتيني شانه مثلا رو يعتيني الماتشة ذايا رو بعض ثلاثة ايام اربع ايام يعتيني ماتشة هنا نجي للعب مع بعض الماتشوات فهل يبلي سير برشة حاجات تدخل في الترتيب تدخل في برشة حاجات يناجم يكون كما قال كمين قا يحب يجرب ملعبية اخرين جدد انا معا كمعا حتى في تونس راو اسمانة اللي فما حتى دي بالي سيلكسيون جمع ذايا ولا جمع جايبش يتباثوا الجواريت جدد يكثر علي المحديث ولي دات صغار كما قلنا ولي دات وملعبية جدد دي بينا سنو انتي هنا حتى احنا لابوا لدي سيت راو الفاتر عبالوفا ولا بينا الكاميراسيون حتى علينا احنا يناجم يكونوا زوز مداربين تفهموا محمد بش انهم في هذيك بش يدخل جديد ومبليسوا نفي فاكس ادخل ربي لهذا بتاتر من بعد ما يلقاش دونك فامبرش حسابت كم فلتفريكو تفكير شخصي هذا انا تفكير اناني انا نشوفه البرمجة هذه المعنى عنده دور الكاف شام الجبالي وصول جزائرية الياس العشوري ايضا نعم منتخاب الوطني او جزائري الاب عيسى العيدوني يون العيدونى صلك علي بالقم مج شخص الوحيد اللي يناجم يلاحب العيدوني في هنا هل هذا ممكن تفوق للجامعة التونسية على الجامعة الجزائرية ممكن استخدام الملاعبية ذو ما باهذا من فيها من عيسى العيدونى وبعنى نب Karl Blanchonة لمن edge터زة الأخير ومال بالماظيره على عيسى العيدونى تم تجاه بها اللاعب وكان يعمل شام جانب كم ماشا عايت له ثم لا عايت له صلت التلوش وصرت كوليمى المك في الجزائر Storm لا يوجد بلاسة في الجزائر عيسا سيّر وليس مثل جزائر الوحيد يناجم يلعب حالياً نحنا نكون رياليست لا يعني لأفضل الوحيد يناجم يلعب في الزائر مع المحترفين بتاع الزائر هو العيسى العيدون الوحيد لأن البوست متاعه فيها واحد والثنين الكفاء متاع العيسى العيدون تخليه ناجم يلعب لكن شيء من جبالي نحنا موّرش احنا في إلكيب ناسيونال امتاعنا وشي وريك انتي في الليوفان ما وريش حد شيء يعني انا كيشين سامحني انا كيشين شيء مجميلي تره تهاون منك من الجزائرية ولا الجامعة تونسية تفوقت على الجزائر اتنجمت فوقت على الجزائر وتنجم تكون انتي رغبة الملاع بهو حبة تونس هو كان ماشي لتزاير هو حب يحب هي هني قلتك هني قلتك هذا يرى ويدخل في هذا وهذا يدخل في الجالة تغتنم فرصة تقولك انا اخويا نمشي له سبقت نمشي له نحكي معه طريقة الاحديث معه طريقة الدخلة كذا يقول لك اخويا وفما زادة اغراءات رجبالك رب في الجامعة فما كوليسة فيها اغراءات تونس معنىش فلوس الجزائر فما اغراءات اخذوا ما نخلش فيها نحنا كوليسة نقولك فما اغراءات تعمل لأي لاعب اخيانا شو المثل الجزائر ومثل تونس شنو الفرق ما بين زير و تونس ما عنيش فلوس فلوس يعطيوا فلوس